في ظل المواقف السياسية الداعمة لقضيتنا الوطنية تواصل دولة الكويت الشقيقة دعم أبناء شعبنا من خلال الصندوق العربي للإناء الاقتصادي بمئات الطرود الغذائية للمحتاجين في محافظة طول كرم هذا الدعم المستمر منذ بدء القضية الفلسطينية لحد هذا اللحظة من أهلنا من دولة الكويت من كل شعب العربي في الكويت هذا الدعم المتواصل اللي ننسههه على مدى الأجيال أكثر من ألف طرد غذائي توزعت على بلديات ومجالس المحافظة لتوزيعها على الفئات الأكثر عوزاً خاصة في هذا الشهر الكريم بصراحة بلدية كفر لبت تم تشكيل لجنة اجتماعية لتحديد الأسر المحتاجة طبعاً هنا الاجتهاد صار حسب الكمية المحدودة لكل حصة بلدية مثلاً بلدية كفر لبت 20 حصة فتم تنقيح الأسماء المحتاجين طبعاً وإن شاء الله بكون هو الاختيار الأمثل ويشكل هذا الدعم جزءاً من منظومة الدعم العربي لقضيتنا الوطنية ومعاناة أبناء شعبنا نتيجة الاحتلال وإفرازاته ما تقدمه دولة الكويت من دولة الكويت